هل تجوز الصلاة الميت على من مات وهو لم يصلي في حياته أيها طيب يتفرع القول في هذا السؤال عن القول في حكم تارك الصلاة من قال بكفيتاء الصلاة قال بعدم جواز الصلاة عليه ومن قال بفسقه قال بجواز الصلاة عليه لكن بغير احتفال يعني لا يشهد جنازته والصلاة عليه أهل الخير والصلاح ومقدمه المسلمين وفي حكم تارك الصلاة خلاف تفق الفقهاء على كفر من تركها جحودا وإنكارا واختلفوا في حكم تركها تكاسلا وتهاونا وتفريطا وجمهور أهل العلم على فسقه والحنابلة ومعهم يعني بعض أهل العلم على كفره ذهابا إلى ظاهر النصوص ومنهم من قال فرق بين الترك المطلق وبين مطلق الترك يعني من ترك الصلاة مطلقا لم يزدد في حياته سجدة ولا من رقع في حياته رقع هذا لا يمكن أن يكون من المسلمين أما من كانوا يصلي حينا ويترك حينا وهذا والغالب في السواد الأعظم من الظالمين لأنفسهم من ترك الصلاة فهذا من أصحاب الوعيد فسق من الفسق على كل حال يتفرع القول في هذا عن القول في حكم ترك الصلاة وقول الجمهور بتفسيقه أقعد وأظهر وأسند من القول بأنه مرتد بمجرد تركه للصلاة والله تعالى أعلى وأعلى